بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة محصول الفراولة أهلا وسهلا بحضراتكم وهنتكلم النهاردة عن أعفان الجزور أعفان الجزور المشكلة اللي بتكلموا عليها كلهم بيبقى فيه يعني دعوة لمبيد معين أو بيبقى إعلان لمبيد معين وده غلط كبير يا جماعة تلاقي الأخ واقف ومسك عبوة من المبيد ويقولك الحل كله يكمن في تلك العبوة يعني هي اللي هتجيب الدب من دي وده غلط طبعا المشكلة في أعفان الجزور الفراولة أن هي يعني بتدخل في منظومة متكاملة كده تمام بس كنت عايز تقضي عليها أو على أقل تحد من تأثيرها تمام يبقى فيه مجموعة عوامل بتبدأ من الشتلات بتاعتك بتبدأ من التجهيز التربة بتاعتك بتبدأ من الدورة الزراعية عندك بتبدأ من التسميت بتاعتك بتبدأ من درجة الملوحة بتاعته التربة وملوحة الماء الري كل دي عوامل المغازيات اللي انت بتضيفها للجزور ريا كل دي عوامل من شأنها إن هي إما لو خدتها في حسبانك وعملت إدارة للنبات صحة من بداية الزراعة لحد الحصاد إن شاء الله هتلاقي الدنيا ماشية معاك كويسة تمام هتلاقي الدنيا ماشية مع حضرتك كويسة إذا إنت أهملت حاجة من دوله واعتمدت على إنك تجيبي الموبيل ده هو تحطه وينتهي الأمور بتاعتك مش هتكون كويسة خالص صدقني ودي عن تجارب يعني تمام يبقى أول حاجة إنك تجهز الأرض بتاعتك إذا قدرت إنك تعمل دورة زراعية على ثلاث سنين يعني سنتين ما تزرعش وسنة تزرع يا أهل إنه سهلا بيك وبدل ما تزرع يا سيدي فدانين ازرع كفاية فدان واحد عليك أو بدل ما تزرع فدان ازرع نصف فدان وهتلاقي الدنيا عندك كويسة تمام دي رقم واحد رقم اتنين إذا يعني بقى أنت هتزرع كل سنة أو سنة أو سنة على الأقل اهتم بالأرض بتاعتك بحيث أنه هتتشمس كويس قبل الزراع لو شوست الأرض بتاعتك كويس قبل الزراع وألبتها مرتين ثلاثة تمام أو حاردت ومش كل عشر تيام يعني أنت لو هتزرع في أول عشرة مثلا يا ريت أو في عشرين تسعة هتبدأ حضرتك تحرت الأرض بتاعتك دهية بداية من تمانية شهر تمانية حارة في مصر هتبدأ تحرت كل أسبوع تبداها سكة كده بحيث أن أنت تحاول تحد من نشاط الفطر لأن الفطر كامل في الطربة بيبدأ ينشط كلما توفر له العوامل النجاح بتاعته أو العوامل النمو بتاعته اللي هي الرطوبة الكويسة ودركة الحرارة الكويسة اللي بينمو فالفطر هتبصر تلاقيه يبدو ينمو وأول ما يتطفل هيتطفل على الجزور اللي عندك تمام فتجاهز الأرض بتاعتك رقم واحد كويس وتخلي أمورك تمام التمام ما فيش أي مشكلة خالص وتبدأ على بركة الله تزرع ولما تزرع حضرتك ياريت ياريت حضرتك تبدأ تجهز الشتلات بتاعتك كويس وتجيب لها مبيدين محترمين تحطوهم فيه ليه تحطوهم فيها لمدة خمس دقايق كده وبعد كده تشيلهم وتبدأ الزراع بتاعتك ليه يعني أنا أفترضنا مثلا لو حضرت مثلا اليونيفورمة فهلاقي فيه مادتين فعالتين اللي هو الأزوكسستروين ومتراكسيل لو حطيت مثلا معه الشجرين هلاقي فيه الهمكسازول يبقى عندك ثلاث مواد فعالين ثلاث مواد فعالين تمام إياكش حتى يعني تعمل محلول صغير كده يعني لو غالي عليك يعني أعمل لك حتى خمسمائة متل لتر هيكفه لو عندكش تلات للفدان متل لتر هيكفه جدا إنك تحط فيهم اتنين او اتنين جرام اتنين سنتي يونيفورم مع سنتي او برضو اتنين سنتي هيمكسازول او الشجرين تخلطهم مع بعض وتقلبهم كويس وتبدأ تغطس فيهم الصواني بتاعتك تمام او الشتلات بتاعتك سكت جايبها من المشتر ايا كان يعني احنا بنزرع طبعا في الخليج في صواني تمام وتبدأ يبقى أنا النهاردة عملت في الأرض على قد مقدر وعملت في الشتلات على قد مقدر يبقى كده أنا وصلتي يعني اقولي حتى التلاتين في المية مننا سيطرت على المرض بتاعي قبل الزراعة بنسبة تلاتين في المية تمام هيتبقى بعد كده يعني هو يعني يا جماعة يعني القصة مش قصة انك تقضى على الفطر يعني انت مثلا في النماتو دي حتى مهما عملت في النماتو دي لا يمكن هتقضى على النماتو دي خاره ثم انت بنعمل الكلام ده كلتو ليه وبنحقن بغاز وي 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 عشان نحد من التعداد بتاعها كذلك الفطر احنا عايزين نحد منه شوي اما هو موجود موجود تمام ده انو عايز زي احنا ما عايشين بالظبط تمام فهتبدأ تجهز الارض بتاعتك وتبدأ تجهز الشتلات بتاعتك بالمنظر ده وتزرع تمام خد بال حضرتك لازم بعد عشر تيام تحقن لك حاجة مادة تلتف عالة بقى حتى لو كانت ضعيفة مثلا زي حاجة زي اكسوكلور النحاس بمعدل نص كيلو او كيلو للفدان اكسوكلور النحاس وده كنا بنعمله دايما للكانتالوب وهو تحت الانفاء يعني بنبدأ بالقليل وبعد كده لو الدنيا زادت علينا بنبدأ بالكتير تمام او تجيب التوبسين وتحط لك كيلو للفدان مفيش اي مشكلة صيفنات المصايل ده تمام يبقى كده يعني كل عشر تيام تحقن لك مادة بعد الزراعة خفيفة جدا طالما ما ظهر المرض تمام اللي افضل من المبيدات ادارة النبات نفسه اللي افضل من المبيدات ادارة الري نفسها انت ما تزدرويش كتير اولا احنا في اي محصول في البداية بتاعته ما بنحبش نروي كتير وقبل كده قلنا عشان نشجع المجموعة الجزري ونصحيه ونقوله شدي حيلك يا معلم احنا منعنا عنك المية طب منعته عن المية يعني مطلوب مني مطلوب منك تعتمد على نفسك help yourself اخدم نفسك بنفسك فيقوم الجدر مدي تنبيه النبات مدي تنبيه للجدر يقوله ابحث يا ولد على المية بتاعتنا تمام نبات حكاين حي محب للحياة ابحث فلما بيبحث بيزداد الاستطالة بتاعت الجزور تمام بيتزداد الاستطالة بتاعت الجزور وبالتالي الامور عندي بتكون كويسة وكويسة جدا كمان تمام يبقى احنا كده اول حاجة بتحكمنا في العملية دي برضو الرأي يكون معتدل بيكون معتدل وياريت نعطش في بداية النبات اي نبات يا جماعة عطشوه في البداية اي نبات خضر عطشوه في البداية تمام وما تخافش من حملية الزجل المؤقت النبات بكرة الصبح هيقوم لك ما فيش اي مشكل خالص عطش النبات علشان تقل من تزود المجموع الجزري في الاستطالة بتاعته تاني حاجة حضرتك ان يحصل عندك ان ما فيش رطوبة عالية وبالتالي الفطر هيفضل ما ينشطش طالما انت مسيطر على المية دهية تمام ما تنساش برضو ترش رشة سنائية الغيرات زي فستيل الالمونيوم سنائية الغرض سواء جزري او ترشها على المجموع الخضري لان هو طبعا في خاصية موجودة ويريد تسمعوا عن الفستيل الالمونيوم وتسمعوه عند اخوكم المهندس او الدكتور كريم خلف يتكلمكم كويس جدا حاولوا تسمعوه يعني يفيدكم جدا والرجل زي حالات كده يعني مش تجاري يعني فالرجل التجاري ما تخافش منه لانه يعني من العمل بتاعه عايز مصلحة المزارع في الاول وفي الاخر تمام فتسمع في السيل الالمونيوم هتلاقيه طبعا بتحرك في النبات من تحته من تحت الفق فخاصية كويسة بالنسبة هيكون سنائي الغرض بالنسبة للأوراق وبالنسبة للجزور تمام ترش الرشة دهية وطبعا الاسماء التجارية انا يعني بصراحة مش مقتلع عليها كويس لان انا طبعا لا اعمل في مصر تمام دي تاني حاجة تالت بعد كده جماعة قصة الاملاح الاملاح والنماتودة طبعا لو عندك نماتودة يبقى النيماتودة توأم توأم متلاسق لأعفن الجزور طالما في نماتودة يبقى لازم فيه أعفن الجزور ده طبيعي ما تفكرش فيه لو ما أردك في نماتودة اعرف دايما ان فيه أعفن جزور ولا حول ولا قوة إلا بالله هتلاقي أعفن الجزور يعني هتلاقيها تمام طالما عندك نيماتودة تمام فتاخد بلك من القصة داية كويس بعد كده الري والتسميد الري والتسميد أول حاجة جماعة الأملاح السماد تختار السماد الصح تختار السماد الصح والكميات الصح ما تغليش أو ما تستهلكش كتير في الأسميد عشان ما تعملكش مشكلة في الملوحة بتاعة مية الري ما تسمد دا أملاح يا جماعة كلما زودت نسبة الأملاح كلما كان عندك مشكلة بالنسبة للأعفان الجزور بتاعة الفراولة مش الفراولة بس أي نبات تمام فعندك الملوحة عموما اللي هي هتصل محصلة الأملاح اللي هتوصل للنبات في الآخر هيكون عندي أملاح المصدر بتاعها إيه إما أن هي تكون من مية الري أو تكون من الطربة أو تكون من زيادة التسميد التلاتة دول هيؤدوا للأملاح والأملاح أكتر حاجة برضو بتساعد حضرتك على أعفان الجزور واخد بالك الفراولة من المحاصيل الموجودة على رأس القائمة إن هي ما بتحبش إطلاقا الأملاح تمام؟ فمية الري تاخد بالك منها تمام؟ الاحتياجات المائية كمية المية اللي نازلة تاخد بالك منها بتاخد بال حضرتك من التسميد وكميات التسميد ما حطش كميات تسميد قليلة أو تقول لي تحط لي كميات أسميدة كتيرة وتقول والله ده الدكتور راجب الشبراء وبقول حاول تعطش ما أنت بتعطش وتحط أسميدة كتيرة أنت كده بتحط أملاح ما بتفيد الزرع تاخد بالك من الحاجات دهية خالص وربنا يوفق الجميع وإن شاء الله اللي نلقاء استبى استبى كده خطوة بخطوة بحيث إن احنا نشتل الفراولة أنا متأخر عن الزراعة شوية لإن احنا نزراحها تحت عنفاء ولكن الأمور إن شاء الله تبقى كويسة أو بنجرب زراعتها في الخليج بحيث إن احنا نزراعها أوبينفيلد يعني ما نزراعها في البيوت المكيفة أصلي أو التدفئة حياكم الله جميعا شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة